أكيد هنتكلم عن صد النهضة لأن صد النهضة مسألة وجود صد النهضة مسألة حياة حتى لو حكرر الكلام مئة مرة ألف مليون مرة حكرره وأقوله والكلام لو بصوت واطي ما بيسمعش فهنخليه صراخ لعل النايم يسمع واللي مش واخد باله يفوق إن فيه كرسة حقيقية بتحصل في مصر الكرسة اللي احنا بنقول عنها من 7-8 سنين دلوقتي بيقول عنها إعلام النظام كمان وبيقول نفس قلنا لأن الكرسة واحدة أي نعم بنحاول نلجأ لجامعة الدولة العربية منظمة العمل الإفريقي منظمة الإفريقية مجلس الأمن النهاردة فيه جلسة مجلس الأمن بيتوقع السياسيين والإعلاميين في مصر إنها مش هتقدي لحاجة جديدة ولكن هتحصل عموما بيقولك عشان يبقى عملنا اللي علينا مش نعمل اللي علينا ولكن اللي علينا ده حيفضل موجود والدور والواجب حيفضل علينا علشان نحفظ مية النيل بعض الفنانين دلوقتي بدأوا ياخدوا دور تاني ويقولك إذا نقصت مياه النيل فليهرع كل الجنود إلى النهر لما كنا بنقول الكلام ده كانوا بيتطريعه وكانوا بيقولوا إحنا وصقين والبلد زي الفر عموما إحنا في موقف لا نحسد عليه وصلنا إليه بعد التوقيع على اتفاقية النبادئ سنة 2015 قبلها ما كانش في وضع حساس وخطير زي ده وعندي وثيقة حتى من جريدة أو موقع قناة العربية وهي بتقول لنا ده بس عموما أي حد بيلوم علينا وأي حد بيفكر يقول لنا هو أنتوا ليه شغلين بالكواوي هو أنتوا ليه يعني موجوعين من موضوع أن أسيوبيا تعمل نهضة وأي حد بيطلع يقول الكلام ده في مصر أن احنا ما حق أسيوبيا في نهضتها لا يا سيدي الموضوع مش كده الموضوع مش كده تماما خاصة لما يبقى فيه ناس روحهم وحياتهم في النهر ده وأنا حقيس لحضرتك أن الموضوع مش مصري بس حاول تتابع معايا لكل حد بيظن أن نهر النيل الأزرق هو نهر أسيوبي ومن حق أسيوبيا بلاد الحبشة تبني سدود عليه كيفما تشاء ووقتما تشاء خليني أقول لحضرتك أنه غلطا وبالمقياس أو بالقياس تعالوا نقيس ده على دول تانية عندها أنهار عابرة للحدود اللي بيسموها الأنهار الدولية اللي بتمبع في بلد وبتمر في بلد واثنين وثلاثة وتروح لبلد ثلثة أو رابعة أو خمسة أول نهر هقول لك ماذا لو تخيل أعلنت سويسرا الصبح كده أنها هتبني سد وتحجب مية نهر الراين عن ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا وفرنسا الكلام ده مش كلامي الكلام ده فعلا حاصل ده نهر الراين اللي موجود في سويسرا وبيعدي من النمسا وبيعدي من ألمانيا وبيطلع لحد بلجيكا والحد هولندا والمساحة دي كلها الملونة دي نهر الراين تخيل كده أن الصبح سويسرا قالت خلاص أنا هعمل حدود هنا وهعمل سد هنا ياخد مساحة مية كبيرة عشان أعمل تنمية يا طرى الألمان ولا النمساويين ولا البلجيك ولا الهولنديين هيقول لها إيه هيقول لها احليفي وقوني وحيات الكتاب المقدس ما هيحصل حاجة أكيد مش هيقول لها كده ماذا لو أعلنت ألمانيا في الصباح بناء سد كبير على نهر الدانوب وحاجة بتلمية عن النمسا وسلوفاكيا والماجر وبلغاريا والرومانيا وملدوفا ده أكبر سد أكبر نهر موجود في أوروبا نهر الدانوب بص حضرتك على خط سيرو من ألمانيا للنمسا وسلوفاكيا حتى لو بها مش بسيط لهنجاريا للرومانيا تخيل وبعدين بيروح في البحر بالأسود تخيل أن ألمانيا قالت لا أنا عدد سكاني بيزيد وعايز أعمل سد عشان الكهرباء والمية وأمن نفسي الدول دي هتقول لها إيه؟ هتقول لها قولي والله والله ولا هتقول لها من حقك تعملي سد بس الله يخليك الديني حقي في المية الأوروبيين حربوا بعض وعملوا حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية عشان أسباب أدفه من كده بكتير ومحدش قدر يقول لهم حاجة طيب ماذا لو أعلنت روسيا بناء سد كبير حجبت بيل مية على نهر ديمبر حجبت المية عن بيلاروسيا وأوكرانيا بص معايا أهو ده نهر ديمبر جاي من روسيا وبيدخل بيلاروسيا هنا وبيدخل يعني اهو جاي جاي من روسيا من هنا ده حاجة تشايف دي روسيا قادي النهر بدأ هنا اهو جاي بعدين بيدخل بيلاروسيا وبعدين بيدخل أوكرانيا تمام وصولا إلى البحر ايه؟ الأسود برضو تخيل ان جات روسيا اللي هي عندها مشاكل بالفعل مع أوكرانيا وقالت والله احنا هنمنع المية وهنعمل سد كبير عشان المية بتاعت ديمبر ما توصلش لا للناس في بيلاروسيا ولا توصل للناس في أوكرانيا هيعملوا ايه؟ طيب احنا جبنا أمثلة من أوروبا تعالوا نروح أمريكا تعالوا نقول ماذا لو منعت كندا نهر سانت لورانس انه يوصل إلى ولاية نيويورك النهر بيطلع من هنا من كندا من مقاطعة كوبك تقريبا وبيمشي ده خط سير النهر متخيل عابر للحدود هنا الحدود بين أمريكا وكندا هنا ولاية هنا ولاية نيويورك وتحت بنسلفانيا المهم تخيل بقى ان جات كندا هنا قبل الحدود بعشر خمستاشر تيلو وعملت سد وقالت للأمريكان النهر بتاعنا وقد أصبح الآن النهر اللي موجود هنا ده نهر أو بحيرة كندية يا ترى أمريكا هتقولها استنوا استنوا نروح لمجلس الآمن هتشتكي لا ما اعتقدش طب تخيل كده ان أمريكا أوقفت نهر كلومبيا عملت عليه سد مسلا عملت عليه سد هو هو نهر داخلي نهر ما بين نيويورك وواشنطن الأمريكية تخيل بقى ان جم هنا من بوستن وقاموا عملوا عليه سد علشان ما يطلعش بقى يعدي لحد نيويورك ولحد واشنطن تخيل هيقول لهم لو النبي استنوا لا يا جماعة ويطلع لهم أحمد موسى بتاعهم مثلا ولا عمر قديد بتاعهم يقول لهم ايه عدانا لعيب وقزح في حد بيتعامل في الأمور المصيرية بالعيب اللي بيقزح طيب دي أمريكا الشمالية نوح لأمريكا الجنوبية ونفكر كده ماذا لو قررت دولة البيرو بصلف وعجرافة انها تبني عدد من السدود وتمنع تدفق نهر الأمازون عن البرازيل قادي البيرو اللي بينبع منها نهر الأمازون نهر الأمازون نهر عظيم جدا وريب كده من نهر النيل تخيل بقى ان البيرو دي قامت جات هنا قبل حدودها مع البرازيل وعملت سد وقالت للبرازيل حقي وأصبح نهر الأمازون يطلع وزير الخارجية بتاع البيرو ويقول بعنجهية لقد أصبح الآن نهر الأمازون بحيرة تدبع لبيرو درازيل هتعمل ايه هتقول لهم طب تعالوا نتفاوض ونتفاوض ونتفاوض بلاش دي بلاش دي نروح على روسيا ماذا لو قامت الصين بوقف تدفق نهر إيرتشي نهر إيرتشي روسيا هي إيرتشي ده النهر واصل إلى الصين معايا نهر إيرتشي بينبع من روسيا وبيتخللها وصولاً إلى الصين ماذا لو فلاديمير بوتين خد جائزة نوبل للسلام وقال أنا والله هعمل نهر هو اللي حينهض بروسيا وهو اللي حيحدد مستقبلها وأدعو الشعب الروسي للتبرع علشان نبني سد كبير هنا يمنع الميا أو نتحكم في وصولها للصين ترى الصين هتعمل إيه الصين هتعمل هتروح مثلاً للهند تعمل معها مناورات عسكرية أو تعمل مناورات عسكرية مع كازاخستان وبعدين تسحب القوات بتاعتها وتمشي وخلاص أكيد هتحير طب ما تيجي نرجع أفريقيا ما احنا رحنا أوروبا ورحنا آسيا ورحنا أمريكا الشمالية ورحنا أمريكا الجنوبية تعالوا نرجع لأفريقيا القارة بتاعتنا بالعودة لأفريقيا تخيل لو دولة ليسوتو عملت سد حجب نهر الأورنج عن جنوب أفريقيا قادي يا سيدي دولة ليسوتو دولة حبيسة جوة جنوب أفريقيا أصلاً ولكن فيها منبع نهر الأورنج تخيل معايا أن الدولة دي جات قالت للبلد الكبير اللي اسمها جنوب أفريقيا دي أنا هنا كده هعمل سد ملكوش ميا عندنا وأنا الأوان أن نواجه العنجهية الجنوب أفريقيا زي ما بتقال علينا كده العنجهية المصرية اللي بيقولها كلمة اللي بيقولها الأسيوبيين أو القيادة الأسيوبيين ماذا لو قررت ليسوتو أنها تبني سد يمنع مياه الأورنج عن جنوب أفريقيا كيف ستتصرف جنوب أفريقيا بوجهة نظر حضرتك طب كيف تتصرف ناميبيا لأن المهر واصل لنميبيا كل ده مرفوض طيب ماذا لو جت أسيوبيا وقبل ستة والعشر خمستاشر كيلو من حدودها مع السودان بنت سد منعت بي المياه عن مصر عن السودان وعن مصر ايه للمفروض تعملوا مصر والسودان هي مصر والسودان ماذا ناميبيا وجنوب أفريقيا ماذا البرازيل وزي الصين ماذا الدول الأوروبية اللي هتخاف على مصدر حياتها وتهدد وتزمجر وتبرق وترعد وتحرك أساطلها وجنودها وجيوشها وطياراتها ودباباتها ومدافعها علشان تحمي مية النيل أكيد مصر هتعمل كده أكيد السودان هتعمل كده ليه لأن نفس أهمية النهر ده بالنسبة للمصريين هي مش زي الأهمية بتاعة الراين والدنوب لدول أوروبا لا ده احنا ما عندناش غيره هما عندهم عندهم أمطار وعندهم بحيرات داخلية بتتكاوم من الأمطار وعندهم بعض الدول بيمر فيها نهر واثنين وثلاثة مصر لا مصر هو بص معايا كده بص هنا من أغاندا ورواندا بص من البحيرة بحيرة فيكتوريا أنا لسه فاكره من السنوية العامة لما كنا بنقول على نهر سيميو أول أنهار بعدين بحيرة فيكتوريا بعدين يمشي النيل لحد ما يوصلنا هنا في مصر دي الحاجة الوحيدة اللي بنلتفح عليها في مصر عشان نحيا منبع المياه الوحيد هل احنا هنفرط فيه بسهولة لا ولا يجب أن يكون أبدا طيب فيه ناس فتلع تقول نصطف مع النظام يا جماعة علشان نعدي طبعا طبعا نصطف مع بعض علشان نعدي أزمة النيل ولكن أصطف مع النظام هو اللي وصلني للمأسادي لا 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 ما لكم كيف تحكمون النظام يومي يروح يضرب سد النهضة أو يتعامل معاه بشكل يخليني أضمن الخمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب من المياه اللي أنا بيوصلولي من سنة ستة وخمسين من أيام الرئيس عبد الناصر يبقى كده النظام رجعني النقطة للنقطة اللي أنا كنت عليها قبل ما يروح يوقع لأنه هو اللي وقع هو اللي وقع هو اللي راح قال من حقكو تعمله سد وإحنا عايزين نهضة أسيوبيا إحنا ما عندناش مشكلة مع نهضة أسيوبيا إحنا عندنا مشكلة مع اللي عايز يمسكنا من رقابتنا ويتحكم فينا وفي ميتنا وفي قرارنا السياسي وفي مين يشرب وإمتى يشرب ويشرب ليه ولما نفوت المريا المين نشرب أو ما نشربش دي القصة وما فيها عرضت لحضرتك أكتر من سبع من سبع أنهار نهر الراين اللي بيعدي في ألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا وفرنسا جاي من سويسرا ونهر الدانوب اللي بيعدي في النمسا والسولوفاكيا والماجر وسربيا وبلغاريا ورومانيا وجاي من ألمانيا ونهر نهر ديمبر اللي جاي من روسيا وبيروح على بيلا روسيا وأوكرانيا ونهر سانت لورانس اللي جاي من كندا ورايح إلى نيويورك وغيرها من الولايات الأمريكية ونهر الأمازون اللي بيطلع من البيرو بيروح إلى البرازيل ونهر كمان بيطلع من روسيا إلى الصين نهر إيرتشي ونهر الأورنج اللي بيطلع من لسوتو إلى جنوب أفريقيا ونامبيا إحنا مش بدعي من الناس ولا إحنا مختلفين إحنا من حقنا نعيش بكرامة زي ما كل الناس عايزة تعيش بكرامة ترجمة نانسي قنقر